حالة أحمد فتوح لمحكمة الجنال بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات أكثر الواح الناس حزنا هو أنا لأنه بقى حزين جدا لما موهبة في كرة القدم يعني أتمنى أنه تعدي بخير وتمنى له إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنه يخرج من هذا المأزق طبعا خالص العزاء خالص العزاء لأسرة لأسرة الضحية القتيل أحد أبناء الشعب المصر ومن رجال الشرطة يعني اللي بتحمينا في كل مكان فخالص عزاءنا لأسرته لكن الثقافة نفسي اللاعب اللي يكون عنده موهبة يحافظ عليها يحافظ عليها بكل قوة إن ده رزق ربنا بعته لك رزقك في رجلك زي ما رزق فلساني رزقك في رجلك حافظ عليها لولادنا صغيرين لولادنا أنا لما ببتشرف وأكون رئيس بعسة لأي منتخب من منتخبات الناشئين الصغار والله ببقى أكثر الناس حرصت إن إحنا يعني في المعاصقة الأخير سواء كنت مع كبت محمد وحب أبريكيدا أو مع كبت الكاس أخيرا لازم الصلاوات الخمس جماعة كلنا مع بعض ولازم أتكلم مع الولاد الصغيرين بكرة تبقى نجب حافظي زي على نفسك حافظي إن ده رزقك أسرتك ساعدك أهلك بعد أتكلم معاه عمر خضر الموجود في أسطن فيلا ده ياما الواحد أعدت معاه وأعدت مع أحمد عبدين وأعدت مع أبراهيم عادل وإحسام عادل ومع عمر سيد معوض لإن عيال تبشر بالخير تبشر بالخير وكنت سعيد لما بلاي عبد الناصر في المقولي العرب بيلعب واموريد 2006 وأحمد عبدين لما لقيه بيقود دفاع الأهله و2006 وسابت دي الشباب اللي إحنا لازم نحافظ عليهم ولازم كل واحد يقعد معاهم يغزيهم بالفكر الكويس والفكر المستنير إن دي ثروتنا اللي إحنا لازم نحافظ عليها على ولادنا فلما بيبقى موجود معاك في معسكر إنت بديل الأب وبديل المعلم اللي إنت لازم تديله التوجهات من وقت للآخر فببقى سعيد لإن ولادنا سوارين ما شاء الله عليه فكر متغير وده إن شاء الله حتلاقيه في السنوات القادمة